يقول كيف أتعامل مع أبي لهما يقارب ثلاث سنوات يشك فينا و يخاف من أن يأكل لوحده حتى لا يتسمم يظن أننا نضع السم بين الأكل الآن أصبح يقفل الأبواب دائما حتى عندما يذهب إلى الحمام يقفل كل الأبواب والباب الرئيسي يقفله من الداخل و لا يفتح لأحد إلا وهو و لمن يريد و حتى أنه لم يوافق أن أخذه إلى المستشفى يعني ذكر طبعا مسألة طلاق والدته و شيء من هذا القبيل عبد العزيز عبد الرحمن من اليمن بارك الله فيك و أسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن والدك و واضح بأن الوالد يعاني عقدة نفسية يعاني مرض نفسي أو مرض عقلي لأن هذه التصرفات معروفة عند أهل الطب معروفة عند أهل الاختصاص بأنها نوع من أنواع الأمراض النفسية و هي مرض الشكل مثلا و يعتقد بأن الناس يعادونه و أن الناس يقفون ضده و أن الناس يريدون إيذاءه فالوالد مريض فأنت بارك الله فيك عندك الآن أكثر من أمر يجب عليك أن تسلكه الأمر الأول القراءة على الوالد الرقية الرقية الشرعية قراءة الفاتحة القواقل الثلاث أنت أو الوالدة أو إخوانك أو أخواتك أمر الثاني تخبرون الوالد بأنه يقرأ على نفسه ضروري و يقرأ على نفسك سورة الفاتحة أيضا ممكن الاستعانة بطالب علم من طلاب العلم الأماثل يجي و يقرأ على والدك مثلا و يرقيه المسألة الثانية أغرقوه بما يزيح هذا الشك عنه و يكنس هذا الوسواس عن صدره أقنعوه و أغرقوه أغرقوه بالكلام القائم على محبته و على طلب رضاه و على الحرص على صحته و سلامته لأنه الآن دخل في مرحلة الشك الخطير فالوالدة و أنت و إخوانك و أخواتك قلوا لهذا الكلام نحبك نتمنى لك الخير و السعادة لا تأكل لوحدك قلوا له لازم نأكل معك لابد نأكل معك مثلا إذا قال لا أنا أعمل أكلي بنفسي خلوا يعمل أكله بنفسه المسألة الثالثة ذهب به إلى المستشفى يعني المستشفى العيادات على الأمراض النفسية المستشفيات هذه تعطي أدوية و علاجات تساعد المريض على يعني أقل شيء يتخلص من كثير من هذه الوساوس و هذا القلق و هذا الوهم الذي أمرضه و يهيئ المريض لأن فعلا يشفى بإذن الله إذا وجد من يحتويه من الرقاط من الناس الناصحين مثلا بحيث يصبح المريض متهيئ بعدما يأخذ بعض الأقراص و الأدوية متهيئ لتقبل النصيحة للتوجيه السليم هذا الذي أنصحك به بارك الله بك الوالد إذا كان يعني مثل ما ذكرت و طلق أو شات بالطلاق الشك مطروح هنا و خاصة أن يمر بمثل هذه الحالة النفسية بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر